معنا مشاهدين عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحشي مرحبا بك سيد محمد هناك أنباء عن أعلان الخارجية الأمريكية الاثنين المقبل استراتيجية جديدة لمواجهة إيران ماذا تتوقع من خطة أمريكا الجديدة تجاه إيران؟ الله الرحمن الرحيم في البداية حياتك حضرتك سيدة السكايب الكرام حياكم كما شاهدنا في الآتفاب السكايب للانتحاب من الاتفاق النووي ساقا جميع التوفعات والكثيرون توقعون أن سترامب لهجته ستكون لينة لكن سترامب أثبت أنه لدي ثبث اعجال كبير في حسم الملف الإيراني وفق رؤيته استنادا بهذا التصعيد الكبير أن أتوقع أن الخطة الأمريكية ستكون خطة تصعيدية كبيرة وحتى تتعلق البيت الداخل الإيراني على سبيل المثال ملف حوغ المستان فضلا عن الملف الطاروخي والتواجد الإيراني في الإقليم وأيضا أتوقع أن الولايات المستحدة ستطرح مطالب منها انسحاب إيران من سوريا والعراق واليمن ومناطق أخرى التي تحاول إيران زعزعة تستقرار فيها وفيها بحوزات أسودها وأيضا هناك فتكون مطالب للانفتاح الداخل بمعنى أنه إيران تقلل من الضغوط الاجتماعية والثقافية والسياسية على الشعب والمعارضة الإيرانية الحقيقية وليس ما يسمى بالإصلاحيين أو المعتدلين لأن هؤلاء أجنحة النظام الإيراني لأول مرة سنشهد أن الولايات المستحدة ستكون لديها خطة فعلية ولكن بخصوص الملف النووي هل تعتقد أن الضغط الأوروبي على أمريكا في هذا الملف سيكون له تأثير في الخطة الأمريكية المعلنة؟ يعني أنا لا أتوقع أنه يكون له تأثيرا كما يتوقع تقريبا أعطيع القول 90% من المحللين لا يتوقعون أن الأوروبيين سيكون لديهم موقف حاسم لصالح إيران في هذا الملف على سبيل المثال قبل ثلاثة أيام الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيسع لإيران العملة الصعبة من خلال البنك المركزي الأوروبي بعد يوم تنازل وقال أن البنوك المركزية للدول الأوروبية ستدفع للبنك المركزي الإيراني اليوم تنازل مرة أخرى وقال أن العملة الصعبة سيتم دفعها للبنك المركزي الإيراني دون تحديد الجهة التي ستدفع للبنك المركزي الإيراني والسبب واضح لأنه هو يتعلق بطبيعة النظام المالي الدولي وأيضا الارتباط العضوي بين النظام المصرسي الأوروبي والنظام المصرسي الأمريكي نظام قوى نظام قصرة الدولية يعتمد على الدولار فكل هذه لا تسمح للأوروبيين أن يذهبوا بحجة لدعم إيران هذه العقوبات الجديدة على طهران برأيك هل يمكن أن تحد هذه العقوبات من تمويل ودعم إيران للإرهاب في المنطقة؟ يعني هذه العقوبات ليس فقط تقطع مصادر أموال إيران لدعم الإرهاب في القيم بل فتعزم الاقتصاد المتعزم الإيراني أصلاً بشكل كبير لأن الولايات المتحدة تخطط لقطع تصدير النفط الإيراني وإذا تم ذلك يعني إيران تغرق في الورطة الاقتصادية الحالية وأساساً الخطاب الليل الذي نسمعه من إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة سببه هو هذه العقوبات يعني إيران تعلم جيداً أنه لأول مرة بعد أمس سمية وتسعة وسبعين يبدو لدارة الأمريكية جادة في تغيير الأسلوب الإيراني إن لم يتم إلى تغيير نظام أساساً الذي الآن الحديث بشكل جديد وجون بولتون المستشار الأمن القومي قالها بالحرف الواحد قبل أن يتصدى هذا المنطقة أنه إيران من تحتفل بذكرى الأربعين لانتصار ثورتها شكراً جزيلاً كامير اسكاب في عبر اسكاب من لندن متخصص بشأن إيراني سيد محمد المتحكي شكراً لكم